ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وسيدة دومينيك وتارا السيدة الأولى لكوديفوار رئيسة مؤسسة أطفال إفريقيا الأربعاء بمستشفى الأم والطفل بأبيجان مراسم إطلاق المرحلة الثانية لعملية متحدون نسمع بشكل أفضل التي تتوخى تمكين الأطفال الأفارقة المنحدرين من أوساط فقيرة من استعادة حاسة السمع ويمثل هذا الحدث بداية شراكة هامة بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة أطفال إفريقيا تتجاوز بكثير مجال التعاون في شكله البسيط والمحدود لتشكل رهانا والتزاما صادقا بضمان استعادة حاسة السمع للأشخاص المحرومين منها ولد وصولهما إلى مستشفى الأم والطفل بأبيجان تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوديفوار السيدة كانديا كاميسوكو كامارا وزيرة الدولة الإفوارية وزيرة شؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والمغتربين في الخارج والسيد بياغ ديمبا وزير الصحة والنظافة العامة والتغطية الصحية الشاملة في كوديفوار وسيدة ميس بيلموندوغو وزيرة التضامن ومحاربة الفقر في كوديفوار وسيد خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وسيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إثر ذلك زارت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء وسيدة دومينيك وتارا الأطفال المستفيدين من عمليات زراعة القوقعة في كل من مالي وكينيا وكوديفوار والتوغو وبركينفاسو كما زارت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء وسيدة دومينيك وتارا الجناح الجراحي الذي تم تجهيزه بالمجهر الجراحي والمحرك المتناهي الصغر الذي وفرته مؤسسة للا أسماء لفائدة مؤسسة أطفال إفريقيا وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بتسليم السيدة دومينيك وتارا نموذجا لقوقعة إصطناعية وتميز هذا الحفل بتقديم البروفيسور عبدالعزيز الراجي رئيس مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وعضو اللجنة العلمية لبرنامج متحدون نسمع بشكل أفضل عرضا علميا حول زراعة القوقعة الإصطناعية كما قدم السيد كريم السقلي منصق مؤسسة للا أسماء بهذه المناسبة عرضا حول برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل إثرى ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة دومينيك وتارا مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة للا أسماء ومؤسسة أطفال إفريقيا بعد ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لكوديفوار السيدة دومينيك وتارا صورة ذكارية وتمثل صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء الشخصية البارزة والملتزمة بالعمل على تعزيز رفاهية الأطفال مصدر إلهام لجميع الذين يناضلون من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأفارقة